مونة مفتاح طالبة ماجستير علوم سياسية في جامعة القاهرة ذهبت إلى القاهرة مثلها مثل بقية الطلاب اليمنيين وفي بالها أنها ستعود يوماً ما من مصر محملة بشهادة الماجستير والدكتوراه وألبوم من صور الذكريات وقليل من البهجة لأسرتها لكن مونة قتلت بظروف غامضة داخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة تقول الرواية الأولى إن الفقيدة عادت إلى القاهرة الثلاثاء الماضي وبحوزتها مصاريف دراسية للجامعة والمرجح أن لصوصاً قاموا بقتل الطالبة وسرقة كل مقتنياتها وهو قول عززته السلطات المصرية إثر التحقيق الأول قبل أن تحترق الشقة كاملة مرة ثانية بعد مضي عشرون ساعة من الجريمة وتتلف آثار الجنات نهائياً ورغم بيان السفارة اليمنية بالقاهرة الذي أكدت فيه أنها تتابع حادث مقتل الطالبة مونة ومتابعتهم لوقائع التحقيق والمعاينة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور صدورها من قبل السلطات المصرية إلا أن حالة من الغضب الشعبي على شبكات التواصل الاجتماعي أبرزت تداعيات حادثة مقتل الطالبة واستياءاً بالغاً إزاء الدور الهزيل الذي تقدمه السلطات اليمنية تجاه رعاياها في بلدان العالم وتحديداً البلدان العربية حيث يرى مطلعون أن ظروف الطلاب اليمنيين في البلدان العربية أكثر سوءاً من نظائرهم في البلدان الأوروبية نتيجة غياب المؤسسات القانونية وقصور فعاليتها مونة أصبحت بظرف ساعات قليلة رمزاً للإنسان اليمني وتعبيراً عن الإهانات التي يتلقها اليمنيون في الداخل وتصدرت إلى الخارج في ذل عدم وجود دولة مسؤولة تعنى بمواطنيها النشطاء طالبوا على صفحاتهم في شبكة التواصل الاجتماعي بجعل قضية الطالبة اليمنية التي قتلت بمصر قضية رأي عام للضغط على الحكومة المصرية من أجل التحري وكشف ملابسات القضية وتقديم الجنات للعدالة يعاني الطلاب اليمنيون المبتعثون إلى الخارج أوضاعاً سيئة وبالغة التعقيد خصوصاً مع سياسة الميليشيا التي تحكم البلاد وتلقي بذلالها الثقيلة على اليمنيين داخل البلاد وخارجها